أسألك عالمباراة بشكل عام وليس زمالك كسب الأهلي؟ أسألك عايز أستغيل الفرصة عشان ما سألش السؤال ده قبل كده معايا حد خلال الأيام اللي فاتت يعني الشناوي عواد في المباراة دي تقييمك ليوم إيه؟ عواد نرفع الوقت باعة الشناوي المهزوز الشناوي المهزوز؟ أه مش عارف إيه سببها إنما بعيدا عن نتيجة المباراة بعيدا عن نتيجة المباراة مش الشناوي اللي بتتشاط عليه قرة من 25-30 يارضا في المتناول الكرة تبقى في حضنه وكرة ترد من صدره مرة تانية بالشكل ده مرتين في مباراة ومرة تالتة في كرة كانت ممكن يتسبب فيها في ضرب الجزاء مش الشناوي يعني في حاجة مخلية شناوي مش ركز إيه هي أنا معرفهاش أنا مش متداخل في الأمور الفنية مع النادي الأهلي هل اليوم ده من ضمن إنما كانش يوم لعبة النادي الأهلي كلها كلها هل من ضمنها كان الشناوي بالشكل ده أنا مش عارف يعني حط إيدي على الموضوع بشكل كويس جدا بعض الناس لامت الشناوي في ضربات الترجيح بص ما تقدرش تلومه حارس المرمى بشكل كبير يعني يعني مش عايزين نقصه عليه في حتة ضربات الجزائية يعني كان ممكن يعمل إيه يعني؟ بص دربات الجزائية أنا أتكلمت على الجزائية دي إنه الحارس هي ضربات الترجيح هي ضربات حظ يعني فيها توفيق كبير وأكيد طبعا مهارات حارس ومهارات لعبة يشوت بص الشناوي لو هيسأل في ضربات الترجيح ممكن يسأل عليه؟ بص هي ما تقدرش تسأله بشكل كبير جدا إنما لنا دايما خلاص إحنا تعودنا إن ضربات الجزائية جزء من الوحدات التدريبية اللي بيعيش حارس المرمى خلال عشان يؤدي المباراة أما بيكون وصلين لمباراة فيها ضربات الجزائية أو حتى لو بتلعب مباراة عادية جدا في الدورة يعني من غير إنها تحسن بضربات الجزائية الطبيعي جدا إن أنت بتبقى مصنف نوعية اللاعبين اللي بتشتغل ومذاكرها بشكل كويس جدا وأكيد محللين الأداء ومدارب حراس المرمى اللي معاك عرفوا كل لعيب بيبقى واقف الزائب في وضع التشريحي بيلعب بأنهي رجل بيحطوا كرة في أنهي مسافة أو في أنهي قوة بيقدروا يحطها في المرمى كل الحاجات دي المفترضة الطبيعي جدا تكون مذاكرها بشكل كويس جدا يعني مجهز لها ذهنيا وعايشها كويس ومركز فيها بشكل كويس جدا إنما في الآخر خلاص ممكن ما تكونش موفق من ضمن التوفيق اللي هو مكانش موجود في المباراة صحيح إنما ما تقدرش تلوم على الشناوي في حاجة كبيرة في ضربات الجزاء إنما اللي أنا شايفه مش الشناوي اللي أنا عارفه كويس بشكل كويس جدا أنا من فترات كبيرة جدا يعني آخر مرة شفت حالة الاهتزاز دي للشناوي كنا قبل ما نسافر الأولمبيات مع النادي الأهلي كانت مباراة بيرامنز واللي انتهت بهزيمة بيرامنز للأهلي تقريبا 2-0 كورا جي السلمة الشناوي وقت معدية من تحت رجله ودخلت هدف كورا مش عارف ايه ما كانش في الفترة دي فأفضل حالاته